السلام عليكم وبركاته. شباب. احنا نتكلم الوقتي على تجربة العدسات. الهدفة التجربة دية ان انا اطلع بوض سيكريكالي. تمام? اطلع كوت عدسة. ايه هو احمر الكوت العدسة دا? تعالوا عندي عدستين. عدسة تخينة هي. ماشي? و عدسة مفيعة. والاتنين اسقطنا عليهم شعاع متوازن. شعاع متوازن دا زي اللي جاي من هين? زي اللي جاي من الشمس. شعاع متوازن. طيب. هيتصرفوا زي العدستين دا قدامي. ديا العدسة العونية اللي هي تخينة دين هبصوا لها تجمع لي الدوق رايد. لكن هذا صرف عليها تجمع للدوق رايد. تمام? نقطة التجمع دي. طالما الشعاع سكت من الاول متوازن. نقطة التجمع دي نسميها البورة. الانسفة دا هين نسميها البورة. كيف? اللي هي? فوكال? الانسفة. طيب نفس الكلام في التاني. فوكال الانسفة. ماشي? طيب هنسمي دي اف واحد. دي اف اتنين. خلاص? يبقى البعد البوري. نسميه. اف اسمول. ده اللي هو بيبقى المسافة من مكان البورة لحد مركز العدسة. طيب. ايه الفرق بقى 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 لعزتين دولار دي جمعات وراجبت جمعات دايه? طيب من الاقوى بقى? الاقوى هي اللي عملتلي انحراف كبير في الدوق. ازاي? قال الشعاع القوى من اهو. ماشي? هنبص اللي انحراف هنا كبير. لكن هنا حراف هنا صغير. فبقى العدسة دي اقوى مع عدسة دي. الكوة بقى من الموصلها بالرمز. اللي هي الباور. تمام? الباور دي اللي هي بيقول لي ان هي بتتنسى العكسي مع البعد البقري. اهو زي ما انت شايت. قد لما البعد البقري كان صغير قلنا العدسة دي ايه? اقوى. ليه جمعات اللي عقرة? كان الشعاع ماشي كده? وحصل له انحراف شديدة. تمام? فالعدسة دي اقوى. لكن العدسة دي اضعف ليه? الشعاع كان ماشي اهو? انحراف انحراف بسيط. الحراف البسيط ده يعني من دليل ان العدسة دي اضعف. تمام? فقوة العدسة هنا اقل من هنا. لكن البعد البقري هنا اكبر من هنا. تمام? طيب. يبقى المي الكوة بتساوي ايه? طلع لي بقى القنون بتاعي. الكوة بتساوي واحد على البعد البقري. ارمز بالبعد البقري بف سمول والقوة بف كده. منساش اهو. البعد البقري بف سمول الكوة بف كده. تمام? هو القنون على طول مرة ده. الكوة تساوي واحدة على البعد البقري. طيب. كوة دي هتبقى واحدتها ايه? هي واحد عليه. على مسافة. تمام? واحد على مسافة. واحد على البقري. البعد البقري. طيب تبقى الكوة بتاعت القنون الواحدة بتاعتها هتبقى متر في السلب واحد او دلتا او دايوتر. دايوتر هي الواحدة اللي متعرف على اكتر مع بكاتر التبنيون بالزات. تمام? هي اللي بتعرفني كوة اي عالسة. تمام? طيب. عايزين بقى ناسب كوة العالسة عندنا بديك انا عالستين عمان. عالسة محدبة وعالسة مكعرة. ومحدبة بلاقها دخنا من النص. المكعرة تبقى الفايان من النص. تمام? طيب. عايز عارف الفرق اهد. لو انت مشوخت بالك. العدسة المحدبة بحطها على خطف المستوي بفلف. العدسة المكعرة محطاها على صطف المستوي. ما بفلفش. تمام? يبقى انا دي العدسة محدبة بين عدسة المكعرة. احنا هنعمل ايه بقى? احنا مطلوب منك. تجيب قوة العدسة المحدبة. ده هتجيب قوتها بطريقتين. خلاص? لكن هادسة المكعرة تجيبها بطريقة واحدة. تمام? احنا هنشتغل في التجربة دياً تلات اجزاء. طيب. نشوف اول جزء او اول طريقة. الطريقة الاعمية. هنسمى ايه بقى? اول طريقة. بيسمحة طريقة انطباب الصورة على المصدر. يعني الصورة في الاخر هشوفها على المصدر. ده معنى الكلام. طيب نعملها ازاي دين? هجيب مصدر دقة اهو. تمام? واجيب عرسة. واحط مراية مراية مستوي. تمام? دي المراية المستوي اهي. بعد العرسة. ماشي. وعندي هنا مصدر للدوق. لنبه اهي. هتطلع للدوق على شكل ساعة. وعندي حامل للعرسة. تمام? طيب. لبقد دوق يتحرك معي كدا. هيروحا لعدسة. واحد كده يروح裏 المراية.. بعد كده يربط تاني على النفس. ويجمال الصورة على المصدر. عشان كده ما تسمع ت柱ية انطباقة صورة على المصدر. الصورة في الاخر د Vent � Border whin? عن مصدر. الضوء هيدل عن مصدر. underway مارسة مراية مراية ولا كده يروح لقطب تاني على النفس. طبعا انهي ي perilد تاني على نفسه من مراية ان هو يكون ساكت ايه? عمودي على مرأة. تمام? فهيبقى ساكت هنا الشعاعان دول عمودي. تمام? وبعلي كده يدخل على عرسة وبعلي كده يتجمع في ايه? عند مصدر druk. طبعا احنا قلنا هنا الدول عمودي يعني ما قلناabout 이상ن الشعاعان دول ايه ما لهم متوازيه. كأننا مكان المراهة دي بقا كان نكفي مصدر ايه شعاع جاي من الشمس ناسي. فالشعاع اللي جاي من هنا كده راح على عرسة من الجهات دي هيبقى ايه? كأنه جاي من الشمس. يعني شعاع متوازي. الجمع اللي بقى فنط يبقى المسافة دي سميه بقى بسيطة خالصا طالما سعر متوازي من اول اوه يبقى المسافة ده من سميه بقى البعد البقري تمام؟ منها اجيب كوة العدس كوة العدس اللي هم بتسويه بقى واحد على البعد البقري بحيث ان الواحدة بتاعتي متر والسلب واحد او دلتة او ضيب تمام؟ تعال نشوف الكلام بهنا كده اشعر المصدر التالي خائن تمام؟ اجيب العدسة تفقق بحاني دهنا وحط وراها مستوي اوه وحرك قدام المصدر وقص بالصورة بقى يتسار ايه؟ احرك احرك لحد ما احصل بقى ده صورة السابق تمام؟ الصورة ايه؟ واضحة على الايه؟ المصدر تمام؟ طيب انا شفت الصور هعمل ايه بقى؟ اقوم جاي هنا كده باصس اشوف العرسة ده صورة كامل هلاقي العرسة نفسها من نص الحمل بقى يسمى نص حمل من نص الحمل كده بشوفها فين؟ هلاقيها موجودة مثلا عن واجهت سمت؟ واضحة كده کامل تمام؟ بعض البقر س MARY لكن الكوة تطلع بمتر والسلب واحد. فاني بعمل ايه? دخل القنون ده هو يبقى 100 على البعد البقري. يعني 100 على 10. هتطلع البكام بعد 10 متر والسلب واحد. جيت الحتة دي ازاي? اهو. البعد البقري ده ايه? بالسنتي. لكن الكوة بالمتر. طيب انا عايز احول البعد البقري ده اهو من سنتي لمتر. هعمل ايه? هسمو على 100. خلاص? فالمية دي هتيجي بعد كده تطلع هي فوق. يبقى القنون بتاع بقم مية عالبعد البقر. بحيس ان دي دي بالمتر. خلاص? ودي بالسنتي متر. دي بالسنتي. ودي ايه بالمتر. تمام? وبقى كده انا طلعت اول جزئية اللي هي ازاي? طلع كود عدسة محدد في اول طريقة. خلاص خلاص. وبفضل عندي لسه طريقين? الطريقة المحددة وطريقة ايه? للمقاعدة. طيب. شوف بقى الطريقة التانية. الطريقة الاوني دي خلاص. عرفناها مش هاي مشكلة. الطريقة التانية بقى تحتاج ان انا اطلع الصورة. على. حاجة. ما بقى مستخدمش مراية في الطريقة التانية. مستخدم حاجة. الطريقة دي اسمي ايه بقى? الجنرال مست. طريقة الطريقة العامة. طريقة العامة تماما انت اسميك الطريقة العامة دي اتعرف ان انت هتطلع الصورة مش على المصدر هتطلعه لحاجة. تمام? طيب. نظامها ازاي? هل اجيب مصدر. مصدر للدوء. بعد كده عدسة حد ده. بعد كده اطلع الصورة والحاجة. او سكرين. تمام? طيب. الدوء هيتطلع كده. ماشي? وتجمع لي على الحاجة. الطريقة دي ده عامة ازاي تريدت التصوير بالزات سواء في كاميرات. او في عين الحت. نفس النظام كده هو ده اللي بيحصل. بمصدر دوء. وهده عدسة تجمع الصورة مثلا على الشبكين. او هنا ممكن يكون مكينة الشبكين يكون السنسور بقع الايه? الموبايل. تمام? او الفيلم التاع الكاميرا. او كانت لسه تشتغل بفين. تمام? يبقى الطريقة بتاعتي في الطريقة العامة. طيب. الطريقة دي بيقول لي فيها. انا هطلع الصورة على الحاقف. تمام? عكسنا والتجاهات بتاع العدسة. بحيث ان احنا نقدر نشوف السهل. طيب. هدي بحبت المصدر هو. خلاص? والي العدسة بتاعتي. اطلع بقى الصورة على الحاقل ده. تمام? لو انا هطلع بالزبط عند العشرة اللي هي البعد الجؤري اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. مش هطلع الصورة. اه. الصورة مش هتجمع سهل في الاول. طيب. يبقى هو قال لي فيه شرط ان انا عشان الصورة تطلع له على الحاقل قال لي فيه شرط. قال لي الشرط ايه بقى ان الاس او المصدر الضوئي. ليه المسافة دي بسمى اكس. المسافة ده هي بسمى هوا. ده اول حاجة هو يبقى ده المسافة دي اسمها اكس و ده اسمها هوا. ازاي اه. المصدر للقطع الضوئيه اكس. والقطع الضوئية الحاقل. قال لي المسافة ده بقى من المصدر للقطع الضوئية ده لازم ان تكون ابعد من العشرة اللي انت جبتها في الاول. اللي هي البعد البقري. يعني انت كنت جاء بالبعد البقري بس هو عشرة. خلاص? يبقى الاكس ده هي شرط ان هي تكون ايه? اكبر من البعد البقري عشان تدينا صورة على الايه? الحائل نفسي. تمام? يبقى انا هجيب العدل سريا وحبتها المسلمة اللي يكون عن البعد اللي يكون خمستاشر. تمام? بعد كده اطلع 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 صورة السافة. حصل اطلع اطلع صورة. يبقى كده دي المسافة دي اكس. اخد احطاك ده لك بالطول. من المصدر القطع الض دي اكس. من القطع الضوية دي الحقل بيسمها واي. نعمل لها جدوى كده. خلاص? بكتب هنا اكس. هنا واي. بكس سمول. بي اكس كتل. اللي دي نشكنا عامل ايه? عشان تبقى مهازة شوية. ماشي. وديا واي كتل. تمام? فهري كده اللي في حاجة اسمها. اكس سمول. اكس سمول. اكس سمول. زائد واي كتل. احنا دايما بنعمل الكوة اكس سمول زائد واي كتل. لان نخبطش بقى في ناس ساعدة امرح هعمل لي ايه جمع? اكس سمول واي سمول لا مش هما دول الاساس. اني هو انت هتحسيبه هنا ده الاساس. طيب اكس سمول هي المسافة من المصدر. المصدر للكتعة الضوئية. تمام? ومن الكتعة الضوئية للحاقل دي اسمها ايه? وارك. طيب انا احسيبها كده. انا زبطت المسافة اكس لخمستاشر. تلعيت المسافة ديا هي دي وارك. تمام? خلي ديا كانت عند الصفر اهو. مزبطة بالزبطة عند الدات المصدرة. ودي طيب انا عند خمستاشر. وهنا في حاق التلال مثلا عند واحد وخمسين. تمام? يبقى الفرق هنا قد ايه? ستة وتلاتين. وامكاتب هنا ستة وتلاتين. تمام? اللي هو الحلف ايه? اللي هي واحد وخمسين ناقص في الخمستاشر. تمام? طيب. يبقى انا كده عملت الاكس. عملت الايه? الوار. هنا كتبت اكس سمور بخمستاشر. وبقى كده الوار بستة وتلاتين. تمام? تمام? تلقيت لي واحد واربعين. تبقى الاكس بكام? بعشرين. الواي بقى بكام? واحد واربعين هلواته عند واحد واربعين بالزبط ايه? ناقص العشرين. اللي كام ديان? هو واحد واربعين. تمام? تبقى انا عارفت اهو بقى الاكس بتزيد معي. الواي قاعدة تقل معي. هزود كمان خمس. خلاص؟ اضورها لو كنت بوا. ماشي? المسلا كنت عندي التلاتة واربعين اه. تماع? لكن الاكس الكام دواته لو ازودت لخمسة واربعين. والواي طالعلي كام? تلاتة واربعين. تلاتة واربعين مشي ابتل تلاتة واربعين. دي مش بوا. لازم اضرح. ننساش ان انا هنا في الواي لازم انطرح. خلاص? ده هي الحتة دي. لازم ان اجيب الحتة دي. يعني في طرح. طيب. اللي قلنا. دي عمدي خمسة واربعين اهو. موديا عند كام تلاتة واربعين تلاتة واربعين بقى ناس خمستاشر بكام بـ 18 يبقى هكتب عندي ناتب di 18 يبقى انا بقيت الـ x زده الـ y بتقل تمام؟ طيب هعمل بعد كده بقيته بحاجة اسمه x capital اللي هي بتساوبة ايه 100 على الـ x مية على خمستاشر مش خمستاشر على مين ليش خمستاشر من مين يعني مية على خمستاشر يتقرب ستة وشوي ستة وكسور كده ستة مثلا باتنين وعشرة مية على العشرين بطلع بخنسة هكذا مية على خمسة وعشرين باربعه وهكذا تمام؟ عمل نفس الكلام في الـ y مية على ستة وثلاثين مية على واحد وعشرين ومية على ايه وهكذا يبقى مية على y اسمه تمام؟ بعد كده بحس الـ x capital كانت الفيديوزية عمل نفس الـ x capital زدوay capital انظر الرقم الى آخر زدها هيتم كام النمتية بتاعده هيتم كمية هيتم كمية كمية بتاعده تقوم قريوة من الرقم القوة تقوم قوس قيقى تقوم قوس 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 لا أنا أتحدث عن خمية قوة متر وصلاب لانه المفروض بمية الرابعة هنا هيتم كمية وكامية مثلاً 10 10.5 9.5 مالهاش ترتيب تبقى عزماتكي هعمل ان الكهام ده كم مرة بقى خمس مرات فانا هعمل خمسة عشر عشرين خمسة عشرين ثلاثين خمسة وثلاثين سببتوا الهقام ده عندما تجي تشتغل في الامتحان هتعمل الهقام ده خمسة عشر عشرين خمسة عشرين ثلاثين خمسة وثلاثين تمام؟ هلاقي الاكسي جتزيد لما يكون بزود الاكس الواي ايه؟ هتقل قصدي تمام؟ هحسب بقى الف كتر دينا هحسبها هتقالي طبعا بخمس كراءة قط مثلا تسعة مرسة ثاني عشر ثاني هعمل ايه بقى؟ بحسة حاجة اسمها F average اللي هي لتسوق ايه؟ مجموع كل دول على عدد هما كان واحدة ادواء اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس كراءة اوه يبقى هجمعهم هنزل كل دول هجمعهم ماشي؟ ويقسمهم على الخمسة بطلع الناتج بتاعي في المتر والسلم واي دي قوة العدسة المحدبة بطريقة تانية اطلع طبعا الرقم قريب من الرقم ايه عشر اللي انت كنت ايه بقى لكيه يعني وصلت لقى تسعة مص ناسا خلاص؟ فهدين فرق ايه من ده حاجة بسيطة فتتفرش فهدين انت كده اتشغال صح تمام؟ يبقى كده عرفنا بطريقة التانية اللي هي الطريقة العامة طيب كده احنا اعملنا الجزئين بتوع العدسة المحدلة نعمل بقى العدسة المكعرة العدسة المكعرة ايه دي اللي وحدها وراء ما اطلع لصورة خلاص؟ دي اللي وحدها مش هارا اطلع بقى صورة لا على الحقي ولا على الايه؟ على المصر هعمل ايه بقى؟ بقى خطاش لوحدة بحط معها تمام عرسة المحدبة بحيس ان العرسة المحدبة هتبقى اكوى من عرسة المكعرة تمام؟ كمتها هتبقى اكبر من كمت ايه؟ العرسة المكعرة بحيس ان الناتج بتاعي يطلع تجميع مش تفريق ليه? احنا قلنا ده بيتفرق. فقومتها هتطلع معي بالسالم. خلاص? ودي قومتها بالموجة. تمام? عشان يطلع الصورة من الاتنين على بعض. عشان اقدر اطلع بهم صورة على الحائل او على المصدر. لازم يكون الاتنين قومتهم بالموجة. مجموعهم التوتل بتاعهم يطلع بايه? بالموجة. تمام? هحط الاتنين مع بعضها في الحمل. واجيب معهم مراية. واعمل اول طريقة خالص عملناها. طيب. نلف كده المرايات. نعمل بقى الجوز التلت او الطريقة التلتة. قلنا هجيب العلسين مع بعض. ماشي? وحطهم في قلب الحان. خلاص? مش هتفرق كتير. حطاش العلس المحددة قدام ولا المقارار. مش هتفرق قوي. تمام? فانت ايه? حط مثلا خلال العلس المحددة قدام. هي مش هتفرق عما تدي. تمام? يبقى كده الطريقة دي اسمها بقى? الطريقة دي اسمها جروف. ناسم. الطريقة بتاعت المجموع. تمام? المجموعة اللي هي مكونة من عدسة محذبة وعدسة مكعرة. طيب. وعند مرايس توي. تمام? هعمل ايه بقى? هعمل شبح الطريقة اللي عنية خاص. اهو. حطيت مصدر دوق. والعدسة محذبة. والعدسة مكعرة. تمام? واحط مراية. تمام? الضوء هيروح على الاتنين. بعد كده اروح على المراية. بعد كده ارد تانية من نفسه. تمام? ففي الاخر هيدينا صورة على المصدر. طيب. احنا طالماها هنا كده الشوعة هو خارج عشان يرد من المراية از ما احنا قلنا انها مستوية. فلازم ان يكون الشوعة سقط عمودي. تمام? فالشوعة بتاعها هيبقى ايه? متوازن. فاللي داخل الوقت على العدستين دولا هيبقى متوازن. تمام? فهيجمع لي فين? على العدسة. يبقى المسافة بتاعت من مكان لاتنين لحد مكان ثاني. المصدر دي بنسميه ابقى البعد البقر. البعد البقر المين? للمجمع? للجروب. اهو. نحط الاتنين مع بعض. ماشي? ودور على اوضح صورة والصورة. تمام? جبت اوضح صورة هيب بنسباني. هلقيها مسلا واحد وعشرين. يبقى البعد البقر فلالب كام? بواحد وعشرين. دي البعد البقر. طيب. اعمل ايه بقى? انت معاك البعد البقر. اقدر اطلع من بقوة. قوة. اف جي كتر. بتساوي مية. على اف جي سموه. خلاص? يبقى انا جبت البعد البوري. هاوضحكم ده. يبقى القوة بتساوي ايه? مية. على واحد وعشرين. تمام? ومسلا امتلت. اقول لكم باردعة. واتمانية من عشر مثلا. متر. السلبة. زي نتيجة. خلاص? يبقى مية على البعد البقر. كده انا عرفت قوة الاثنين مع بعض. تمام? طيب. هعمل ايه بقى? هو قال لي ان هنا عايز اطلع قوة العدسة مكعرة الوحدة. طب ان اطلع كده قوة الاثنين. قال لي ايه بقى? قال لي في قانون كده سهل بتحفظه. اف جي. قوة المجموعة بتساوي قوة العدسة الاونية زائد قوة العدسة ايه? التانية. تمام? قوة العدسة الاونية كانت معايا ايه مثلا ايه العدسة المحبابة. قوة العدسة التانية المكعرة. دي الكون فيكس. ودي الكون كي. تمام? طيب. الكون فيكس كميتها لانا كنا حزبينها قبل كده. ومعانا قوة المجموعة اهيه. بربعة وثمانية. بيبقى انا اقدر اطلع المكعرة. تعال كنا نعوض. بيبقى كده باربعة وثمانية مثلا. بتساوي قوة المحدبة. وليكن بعشرة. خلاص. زي ما احنا حسلناها. دي بتاعة الكوة. مش بتاعة البعد البقري. خد بالك. دي بتاعة الاف. كابتل. القانون ده كله قوة. قوة. تمام? دي قوة. اهي. اف في كابتل. حطاش اف سمول. القانون ده ما عوضش في البعد البقري. ما عوض في قوة. طيب. يبقى اربعة وثمانية. بتساوي عشرة. زائد. اف اتنين. تمام? يبقى الناتج بتاع اف اتنين. دي يساوي ايه? خمسة واثنين من عشرة متر. والسلب واحد. بس طبعا كنتوا بالسلب. لان ده هتروح الجاية التانية بالسلب. فهتبقى عن كنتوا هتبقى بالسلب. يبقى انا منساش ان خطة السلب دين. الاسالب خمسة واثنين من عشرة متر والسلب واحد دي كانت قوة العدسة دي اللي هي. تمام? ويبقى احنا كده خلصنا الثلاث اجزاء بتوع العدسة.